في فالديبياس دواحي العاصمة مدريد عقد لاعب ريان مدريد رفقة مدربهم سانتياغو سولاري جلسة تدريبية قبل مباراة القمة المرتقبة في الدور قبل النهائي لكوبا ديري ضد غريمه التقليدي برشلونة وركز تأسيرة السحفيين على لاعب الوسط غاريث بيل وقراره بعدم الاحتفال بهدف سجله في نهاية الأسبوع الماضي في مباراة بالدور المحلي أمام ليفانتي واتفد الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب نادي ريان مدريد الإجابة بشكل واضح على سلسلة من الأسئلة التي وجهت إليه بشأن لاعبه الويلزي في مؤتمر سحفي عقده عقب التدريب تركيزنا 100% على مباراة الغد وأنا أرى غريث بيل بالإضافة إلى اللاعبين الآخرين منشغلين بمباراة الغد هناك العديد من الأماكن التي يمكن للمريان يقرر النظر فيها ونحن قررنا أن نضع آينا على هذه المباراة الرائعة هذا ويحل الفريق الكتالوني ضيفا على النادي الملكي في إياب نصف نهاء الكأس قبل أربعة أيام فقط من مواجهة ثانية بينهما ضمن الأليقة ترجمة نانسي قنقر